اشتركوا في القناة مجلس الشيوخ إنما بالمقابل بإمكانهم المحافظة على بوليسة التأمين على الحياة وعلى الضمان الصحي والضمان لصحة الأسنان وتم توصل إلى هذا القرار بفضل الأغلبية التي يتمتع بها المحافظون في مجلس الشيوخ الكندي في هذا السياق أكد الناطق بلسان الحكومة في المجلس الأعلى كلود كارينيو أن نفقات غير المبررة للأعضاء المفصولين كانت تستدعي قرار حاسم وبأنه بحال تبين أن أعضاء الآخرين طالبوا بنفقات غير مبررة فإنهم سيلقون المصير نفسه في أعقاب الاعتراف الصريح والواضح بتعطيه المخدرات وتقديمه اعتذار للناخبين عما بدر عنه من سلوك شدد رئيس بلدية تورونتو روب فورد على مواصلة عمله في البلدية ضاربا بعرض الحائط بالدعوات المطالبة بتنحيه بسبب العاصفة الإعلامية التي أثيرت حول تعطيه المخدرات علما أنه نفى بشدة في البداية تلك المعلومات وشدد فورد على ضرورة مواصلة الدفاع عن المكلفين في تذكير لشعر حملته الانتخابية السابقة وضف قائلا أنه سيعود للترشح مجددا لولاية أخرى العام المقبل وأشار فورد أمام مجموعة كبرى من الصحفيين بأنه قد جرب المخدرات إنما شدد على القول إنه غير مدمن عليها توصلت رئيسة وزراء مقاطعة ألبيرتا أليسون ريتفورد ورئيسة الوزراء في مقاطعة بريتش كولومبيا كريستي كلارك إلى اتفاق مبدئي حول نقل الموارد الطبيعية والأسواق الجديدة بموجب الاتفاق المذكور فأن بريتش كولومبيا ستدعم خطة الطاقة التي أرستها ألبيرتا وذلك بعد تذليل خمس نقاط عالقة وصرحت ريتفورد قائلة أن العامل الأساسي لخطة بناء ألبيرتا يمر عبر إيجاد أسواق جديدة للموارد الطبيعية للاستمرار في تمويل المشاريع التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة للمكلفين في المقاطعة وبأن الاتفاق سيعود بالنفع على مقاطعتين ألبيرتا وبريتش كولومبيا على حد سواء من جهة أخرى رأت كلارك أن ألبيرتا اعترفت بأن الشروط التي وضعتها حكومتها في بريتش كولومبيا تهدف إلى إنتاج مسؤول للطاقة ونقل آمن لها عبر أسواق جديدة مما يساهم في شحذ الدعم الشعبي لتلك المشاريع تميزت كندا خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمة المالية والركود الذي طال كافة أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مما كان له الأثر الأكبر على عدد من الدول فقد حلت كندا في عداد 20% من الدول حيث يحلو العيش وارتأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قياس تدعيات الأزمة المالية في 34 دولة حول العالم وقامت بتحليل عدة عوامل منها السلامة الشخصية العقارات العلاقات الاجتماعية التعليم ونوعية البيئة وتبين أن ترتيب كندا يأتي في عداد 20% من الدول التي يحلو العيش فيها إلى جانب أستراليا الدنمارك الناروج السويد السويسرا والولايات المتحدة كما تميزت كندا من حيث ارتفاع مستوى الدخل المتوفر الذي ارتفع بنسبة 5% بين عامي 2007 و2010 وبانخفاض معدل البطال على المدى الطويل كما تميزت كندا أيضا في مجال الظروف الصحية والسكن والتعليم والكفاءات وانخفاض معدل الجريمة ومستوى الرضا العام أعلنت شركة الاتصالات اللاسلكية روجرز عن إلغاء 94 وظيفة في فرع الأعلام التابع لها وعزت الشركة السبب إلى أهداف تقضي بتقليص النفقات ستطالع عمليات التسريح كافة أنحاء البلاد وستسمح بتوفير 2% من النفقات الخاصة بالتشغيل الجدير ذكره أن الشركة سبق وأعلنت في مطلع العام الحالي عن اقتطاعات أخرى في فرع الأعلام التابع لها وأشار رئيس الشركة في بيان موجه إلى الموظفين إلى أن هذه الأقتطاعات غير سهلة إنما ضرورية أخيرا تراجع عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى البنوك الغذائية في كندا بشكل طفيف إنما حافظ بالوقت نفسه العدد على مستوى لم يسبق له مثيل بعد مرور أقل من أربعة أعوام على انتهاء فترة الركود الاقتصادي وتبين من خلال الدراسة السنوية حول البنوك الغذائية الكندية والتي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء أن أكثر من 833 ألف مواطن في كندا يتوجهون إلى البنوك الغذائية وبأن ثلث أولئك الأشخاص هم من الأطفال مع هذا الخبر ينتهي الموجز أن نلتقي مجددا على رأس الساعة